السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بحول الله عزيزي المشاهدين سوف نتناول مع حضراتكم تطورات الجنين في الشهر الخامس من الحمل وهي سلسلة نقدمها لحضراتكم تباعا تطورات الجنين في أشهر الحمل التسعة بدأناها وقد وصلنا إلى الشهر الرابع اليوم نتناول الشهر الخامس هذا الشهر يعتبر شهر النمو السريع في الوزن حيث تأخذ الأعضاء الداخلية اكتمالها ويعني هي بالفعل قد تشكلت سابقا بالنطق لكن تصل الأضافر في هذا الشهر حتى حافة الأصابع ويتم تخزين الدهن تحت الجلد وتكبر عضرات الجنين وتصبح أقوى وتبدأ المرارة بالعمل وتنتج الصفراء المهمة لعملية الهضم وتقترب الأسنان اللبنية من سطح اللثة كما تقترب الأسنان اللبنية من سطح اللثة ويستمر نمو الشعر فوق الحواجب والجفون والجسم ويبدأ العظام تنقية العظام محاولة تركيب الدم بعد أن كان دم الجنين يصنع في الكبد وذلك منذ الشهر الثاني من الحال يبدأ الجنين في هذا الشهر أيضا تنظيم عملية نومه فتشعرين بحيويته خلال فترة الصح عنده ويتقلب من جهة الأخرى اليمين واليسار ويضع رأسه مكان قدمي وكأنه يلعب وقد يمص أصابعه بدءا من هذا الشهر ويمكن في الشهر الخامس أو حتى سابقا في الشهر الرابع معرفة نوع الجنين بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية يصبح طول الجنين في نهاية الشهر الخامس حوالي 25 سنتيمتر أما وزنه فيكون حوالي 450 جراما أي حوالي نصف كيلو جرام هناك بعض التبيرات التي تحدث لك عزيزة الأم في هذا الشهر وهي أنك سوف تشعرين بحركات الجنين بشكل لا لبس فيه قد تشعرين بحس ضغط وشد أسفل البطن بسبب تمطط أربطة الحوض والرحم وقد يظهر عليك قناع الحمل وهي زيادة الأصبغة في الوجه وكذلك في البطن بحيث يبدو الوجه مصمرا إلى حد ما وقد يحدث عندك إمساك أو رصر هضم أو حرقة في المعدة أو بعض الصداء ولكن يخف الغتيان ويخف حدوث القي وقد يظهر في الشهر الرابع من الحمل يعني يحدث هناك حس احتقان أنفي وقد يحدث نزف أحيانا وقد يحدث تشوش في الأذن وقد يحدث نزف من اللثة قد يظهر طورم خفيف في الكعبين في هذا الشهر وكذلك في القدمين والوجه واليدين وقد تعاني بعض الحوامل من الدوالي في الساقين أو من البواسير قد تلاحظين زيادة إفرازات المهبل مع ميلها للون الأبيض قليلا ويميل مزاجك للاستقرار في هذا الشهر مع القليل من تبدلات المزاج وبعض النسيات نقدم لك بعض النصائح أهمها زيارة الطبيب لمتابعة المراقبة خاصة الوزن الجنين ووزنك والتوتر الشرياني ومقارنة حجم الرحم مع تقدم سن الحمل ونمو الجنين سوف يقوم الطبيب بتصوير الجنين بالإيكو درافي وسماع دقات قلب الجنين تناول الطعام المتوازن خصوصا الغني بالفيتامينات والكلسام والحديد والتقليل من شرب القافين المتواجد في القهوة والشاي هذا كل ما لدينا عن الشهر الخامس نتمنى أن يمر هذا الشهر بخير وتمر وتذهب إلى الشهر السادس وحتى نهاية الحمل بخير إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة